اليوم نفرجيكم كيف نعمل من الحليب اكتر من الشغلة نعمل الكريمة الكيك الخفق والكريمة الطهي نحول الكريمة من حليب لكريمة ومن كريمة لزبدة ونحولها من زبدة لسمن وممكن نحولها من سمن لكراميل حليب طازج من المزرعة حليب المزرعة طازج هو غني بالدهون على النار خفيفة نتركه يغلي لمدة عشر دقائق بعد عشر دقائق نطفئ النار ونتركه نترك الحليب في المطبخ يبرد تماما بعد مبارد نرفع القشطة ونخزنه بالفريز بالمجمد نرفع على المجمد نكرر نفس الشي نكرر العملية نفس الشي يمكن نحصل على الكمية في غضون اسبوع او شهر حسب استهلاككم للحليب اصبح هذا الحليب قليل دسم نوضعه جمعنا الكمية نوضعه بالتلاجة حتى يزوب تماما خدنا الحليب من التلاجة نعمل كريمة الخفق ما الفرق بين كريمة الخفق وكريمة الطبخ يمكن استخدام كريمة الخفق في الطهي اما كريمة الطهي فلا يمكن استخدامها للخفق السبب هو كريمة الطبخ نسبة القشطة فيها قليلة عشان هيك لازم نكون ارخص نخفق حوالي اربع دقائق ما نبالغ بالخفق من شان ما تفصل معنا هيك اصبحت كريمة جاهزة هيك اصبحت جاهزة للكيك نحول الكريمة الى زبدة نقفق حتى يفصل الماء تماما نستمر بالخفق حتى يفصل الماء تماما نسبة الدهون في الحليب اعلى من 5% نسبة الدهون بالكريمة تزيد عن 35% ونسبة الدهون بالزبدة تزيد عن 75% ونسبة الدهون بالسمنة البلدة هي 100% هيك الزبدة جاهزة لا تستقدموا بديل الزبدة بديل الزبدة والمنصميات التانية هي عبارة عن زيوت مهدرجة وغير الصحية عشان هيك بتكون سعرها رخيص نحول الزبدة الى سمن بلدي على نار خفيفة عند الغليان بنعد 10 دقائق النار اها مش تكون النار خفيفة هيك بتركها 10 دقائق تغلي هيك اصبحت بعد 10 دقائق جاهزة بنصفيها في وعاء زجاجة نتركها تبرد تماما يمكن التخلص من باقي السوائل بمعلقة او بورق انظيف هي طبعية وصحية اذا تم استخدامها باعتدال نتركها حتى تبرد تماما هيك السمن البلدي جاهزة انا وضعتها بالبلكون عشان تبرد بسرعة بقلبها من الساعة فيها دفاوة والساعة من جوة فيها دفاوة هيك اصبحت جاهزة مثل ما انتم شايفين واذا بتكون حول السمنة الى كراميل بدون سكر للكيتو اكتبوا اليه تحيات بالتعليقات في امان الله تنزلونا بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير للكم اذا اعجابكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة اشتركوا في القناة